يا مساء الخير بتكلم معاكم اليوم عن التجلي هذه الكلمة يمكن سمعتوها كثير في عالم التنمية البشرية وعلم الطاقة يقولوا لك التجليات كيف تساعد نفسك انك انت تعيش التجليات كيف تعمل تجليات في حياتك أبغى نتكلم من البداية زي ما يقولون باللغة الإنجليزية من البداية نبغى نعرف ايش معنى كلمة تجلى أو التجلي أو التجليات المعنى كما هم في المعجم التجلى يعني أصبح واضح باين يعني واضح وباين تجلى معناها ان زي ما تقولون أصبح ظاهر للعيان تجلت الوردة يعني تفتحت وجل الشي على فالتجلي هو انك انت الشي كل موجود وواضح وشايفه وسامعة وحاس فيه وكل حوازك شغال شايف هذا شي قدامك أو متعيش معه أو حاسس فيه أو سامعة وبنفس الوقت هو تحول الشي من علم لمرئي إلى علم المرئي يعني حاجة ما كانت موجودة ما هي ما تعرفها ما شفتها ما هي متوفرة عندك لكنها أصبحت الآن في متناول يد فهذا هو معنى التجلي الآن خلاصنا من المعنى ندخل الخطوة الثانية وما يجيني إنسان يقول لي أنا أبغى التجليات في حياتي طب التجليات معناه وضوح أو ظهور شيء انت إيش الشي اللي تبغاه يظهر في حياتك هل أنت تريد طريقة تساعدك أن الشي هذا توصل طب وشو الشي فتلاقي دائما لا أنا أبغى تجليات أبغى الأمور تتجلى طب وشو يعني هل أنت تبغى تعيش مثلها مثلا مغيب عن الدنيا وكل شيء يجي نزلك من السماء لا طبعا مستحيل إذن أنت لازم تحدد هدفك تحدد أنت وش تبي فيقول لك مثلا والله فلان إنه ما شاء الله عليها تجلت عنده الناس قدر يركب مثلا بنتلي أو فلانة قدرت تلبس مجهورات هذي متجليات هذا حصول على حصل على المادة حصل على المال وفي ناس على الفكرة ركبت بنتلي لكنها ما هي حقتها ركبها مع أصحابهم وفي ناس ركبوها في معرض السيارات وفي ناس زي ما تقولون لبست مجهورات لأن المصمم لبسهم إياه عشان يطلعون على المسرح في حفلاتهم ففهمتوا علي فأعملية أنك أنت تقول تجلى الشي في عالمك تجلى لكن إيش هو الشي اللي ظهر أنت ابحث عن الشيء اللي أنت تبغاه عشان يطلع في عندك يعني في عالمك فإذا أنت تبغى فلوس حد تقول أنا أبغى فلوس أنت تبغى مادة أنا أبغى مادة أنا أبغى مادتيات في ناس تخجل من عالم الماديات تقول لك ما تقدر تنطيق فتقول لك أبغى تجليات لا أقول أنا أبغى فلوس أنا أبغى دراهم أو أقول أنا أبغى علاقات طيبة مع الآخرين أو أقول أبغى أني أنا أكون ضو وضع اجتماعي لائق مرموق أبغى أكون إنسان وصلت لمرحلة من مثلا التواصل روحان مع الله سبحانه وتعالى والتدين مرحلة عالية جدا بحيث أن أنا أطمئن على نفسي فكل إنسان أهدافه ودوافع تختلف لأن كلنا مختلفين زي البصمة ما في أحد فينا زي الثاني فما أقدر أقول لك اللي أنا أبغى زي البنت اللي جاي من الفلبينز وقاطعها مدري كم ساعة الطيران وتشغل في البيت عشان تحقق نفسها وتساعد وسراتها أو زي حرس ابناية أو زي مثلا الدكتور اللي في العيدة لجنبنا أو زي المهندس اللي يبني العمارة اللي هناك كل واحد فينا له اختياراته كل واحد فينا له أولوياته كل واحد فينا له الحاجة اللي يبغى هل هو يبي علاقة طيبة هل هو يبي مديات هل هو يبي تنظيم وقت هل هو يبغي يشكل أولوياته ويلضم نفسه هل هو يبي مثلا يحس أن الناس احترمى وش الشيء اللي هو يبغى فمثلا يعني في ناس مثلا تقول لما تمر جنب خباز وتشوفه وتقولك مسكين فقير واقف قدام المخبز وش بيكسب ما بكاسب شي هذا الخباز الله قنعه انه يوقف قدام النار اللي كل يوم تهب على وجه عشان يطلعه رغيف خبز يبيع لك مبلغ انت تشوفه بسيط لكن هو يبيع الحي كامل وبالنفس الوقت يوفر النفسه حياة كريمة والأهله حياة كريمة وهو قانع بالحياة هذه والله مقنع بعمله فانت بدلا ما تروح تشتري فرن في بيتك وتقعد تخبز ساعتين قبل الدوام عشان توفر نفسك الخبز هو عمل لك الشيء هذا وزي ما يقول لكم الله مقنعه باللهب اللي يجي على وجهه فهذه مهمة جدا نحنا نكون عندنا زي ما تقولون متقنعين بالعمل اللي احنا نقديه لكن لما تكون اساسا نحنا ما عندنا هالقناعة وما عندنا هال زي ما تقولون ما احنا واصلي مرحب ان احنا هالشغل هذا مرضينا تبدأ هالصراعات تدخل في داخلنا فيبدأ الانسان يشعر بالصراع يشعر بالتوتر يشعر بالكيف فلان وصل كيف فلان احسن مني عادي يبدأ عادي تبدأ مشاعر الغلط تطلع عليه الحسد والغضب والحزن وغيرها اللي تسبب عادل كثير وكثير مشاكل في الحياة بالاضافة الامراض الجسدية طيب اول حاجة لازم نعرف زي ما قلنا وش الهدف اللي احنا نبغاه وش الحاجة اللي بغاه تيجي في حياتنا هذا اول شيء الشيء الثاني ان احنا لازم نعرف المهنة اللي احنا متقنعين فيها انت مو مقتنع لكنك تبتصير مدير طب معناها خلاص غير وظيفتك او رحكمل تعليمك او ضبط امورك او انك ابدأ تصرف لكن ما تقعد في حالة الغليان هذي وانت مو مرتاح في عملك فهذا نقطة الثانية نقطة المهمة جدا انك لازم تعشي واحد ان اي حاجة حتطلع في عالمك لابد لها من صفاء ذهني يعني كيف تحصل على عملية استرخاء عالية تصفي لك ذهنك بحيث انك تقدر تفكر كويس بعد ما يصفى ذهنك وتفكر كويس حتبدأ تحط اللبنة الاولى والخطوة في رحلة الالف ميل اللي حتبدأ فيها بعد كذا انك انت زي ما تقول تحقق فيها الانجازات في حياتك وحتطلع الامور التي تبغى في حياتك تصير ملمس يديك تمام مثلا انت الحين بديت خطواتك حطيت اهدافك ضبط امورك كل امور ماشية تمام تمام معك تقول لي طيب وفلان قاعد مرتاح والامور قاعدة تصير لاباقول لكم الحاجة بعض الدول يبيعون حاجة اسمها اللوترية الليناصيب عشان تكسب ورقة الليناصيب لازم تبس الجاكت حقك وتطلع وتروح بقالة لجنبك وتشتري ورقة بربع دولار عشان تدخل في السحب واحتمال تفوز ما بين ملايين اشخاص مشاركين يعني حتى الفوز بالليناصيب يحتاج سعي فما تيجي تقول ان فلان كسب فلان كذا سعى عمل حاجة سوى عمل حاجة يعني عمل جهد كيف يحصل على أنا أبغى أحصل على العلاقة طيبة أبذل فيها مجهود أبغى أحصل على حالة مادية طيبة أبذل فيها مجهود أبغى أحصل على مكانة مرموقة أبذل فيها مجهود كل حاجة أبغى أحصل عليها لابد من بذل جهد جهد مستحب محبب جهد لطيف رائع يدخل في الوقع داخلي باستمتاع بلطافة بحلاوة مش جهد بحيث اللي واحد يحسنه قرفان نفسه وقرفان عيشته ويبدأ يطلع هالغضب هذا على كل حوله أو يقد يقول لك إيش هذا ما أحد يأكلها بالسهل لا ماليش يا جماعة لا فيه ناس يأكلها بالسهل اللي يشتغل وهو مرتاح مطمئن ومسترخي يأكلها بالسهل لكن يشتغل وهو أساسا غضبان أو حاسد أو حزين ما أحيأكلها بالسهل لأن هالمشاعر هذه عاملة ضغط مع الشغل أنت الحين تشتغل وماشي في هدفك وهالمشاعر هذه كمان عاملة عاملة زي ما تقولوا زي الملف هذا الضغط اللي في الكمبيوتر عاملة ضغط كمان قاعدت تضغط تخيل قاعدت الضغط اللي تجيك يعني الضغط من جوه وضغط من بره وش بصير انفجار على طول فتلاقي يبعد فترة مرة على مرة على مرة يبعدك يبدأ الانفعالات يبدأ الغضب يبدأ الزعل يبدأ العلاقات تقطعت يبدأ الأمراض تطلع تبدأ شيء كثير لأنه ضغط نفسه من جوه وفي ضغط من بره فلا هو من جوه فضي ارتاح لشان لو جدتك ضغوط من بره تصير انت تمام ماشي في المسار الصح ولا كيف حتحصل عندما تبغى انت تبغى مثلا سيارة السيارة هذي بتريحك بتريح عائلتك بتخليكم تطلعون مثلا من هات الأسبوع تروحون مشاور طويلة أماكن تسترخون فيها بره العيالي مبسطون يلعبون على الشاطئ يعني يتحقق لك أشياء جميلة السيارة هذي بتخليك تطلع تجيب مقاضيك مثلا من السوق للمركز الخضروات اللي فيه الخضروات متناسبك انت اختيارات أوسع عنك هنا سوق وهنا اللحم وهنا السمك وهنا الدجاج وهنا الخضرة وهنا فوق فكريشا من الجمع في مكان واحد السيارة مثلا فعملت لك أشياء كثيرة السيارة في مخك طب كيف أجيب السيارة أطرح السؤال عن نفسك كيف أجيب السيارة وش الوسائل المتاحة عندي اللي تخليين أقدر أجيب السيارة وش المكانيات اللي الحين أقدر أبدأ فيها بحيث أن السيارة تتحقق عندي في تاريخ كذا وتحد التاريخ مثلا بعد ستة شهور بعد سنة بعد سنتين بعد أربعة شهور على كيفك هذا وانت قدراتك يعني طيب وتبدأ تحط السؤالة هذه وتحط الخطة والهدف وتشغل عليها تمام طب ما جت السيارة خلاص نهاية الدنيا سودت أنا اشتغلت أنا تعبت كذا معناها خيرة خيرة أن ما جت السيارة احتمال أنه أنت صحتك تحتاج أنك تمشي فهذا أخير لك أنك تكون بلا سيارة في الوقتر حالي تمام فهذا مثال بسيط أنك أنت كيف فلا تزعل لو ماش شي جاك في عالمك ولا تعتقد أنك أنك مجرد أنك تسترخي وتعمل تأملات واشياء كذا جميلة هذه الشياء رائعة وأنا نصح فيها بشدة أن هذه الأشياء ممكن تخلي الشي يجي عندك كذا زي ما يقولون من لا شي لا هو حي يجي إذا أنت عملت علاقة طيبة مع إنسان هالإنسان هيتخل محمل لك بهدية ممكن تكون أنت مزيما تفكر فيها إذا أنت عملت علاقات جيدة مع الآخرين وبنيتها بنيتها بشكل طيب احتمال هالآخرين هذول يسعون في أنك أنت تحصل على الوظيفة التي تحلم فيها احتمال لو أنت اشتغلت مثلا في زراعة نبات وحديقتك أوكي وجاي يوم الحصاد رحت السوق اللي بيعون في الخضروات الأورغانيك وبعتها حصلت على المبلغ مادي أهلك أنك أنت تحصل وتبغى هذا كمان هذه كلها أشياء هذه التجليات أنك أنت تعمل شيء ومن ضمنه هذا الشيء يرجع لك كمردود لك ما تقول لي أنا أبغى تجليات في عالمي يعني أبغى ظهور في عالمي أبغى شيء يبان للعالم في عالمي طب إيشو حدده حدد اللي أنت تبغى كن محدد مع نفسك إذا أنت مو محدد مع نفسك معناها أنت مش واضح مع نفسك معناها أنت مش عارف أهدفك معناها حنرجع مرة ثانية أنك حتلاقي نفسك قاعد على الكنبة ولا تسوي شيء فاشتغل على نفسك ابدا من الحين تطور ابدا فكر وش الأشياء الممكن تساعدك تعمل على فكرة يا جماعة لو أنت تحب مثلا الطبخ كويس كورس أبو ثلاثة أيام ممكن يفيدك كويس مشاهدة يوتيوبات من إنسان محترف ممكن تفيدك حديث مع ناس لهم نفس الشغف ممكن يفيدك التقائك في هذه الأجواء الحضور والمؤتمرات والفعاليات الخاصة بالغذاء ممكن تفيدك قراءة مجلات وكتف هذا مجال ممكن تفيدك يعني شوفوا كيف كيف البوابة كبيرة تستسقي من هذه المعلومات ممكن تفيدك طب إنت الحين جمعت هذه المعلومات كلها لك ما قمت بخت محصلة صفر وأعتقد أن تذكروني لكن أنا أخذها محصلة صفر شو معناها؟ فحاول ما تكون محصلتك صفر حاول محصلتك يكون فيها ناتج يعني أنت حصلت على المعلومات ابدأ تشغل عليها طبقها ضبطها اعمل اسعى دبر نفسك دبر أمورك من تقادر مرة 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 مكبل اسعى لأصحاب الاختصاص رح لهم تكلم معاهم يمكن احتمال يكون عندك معيق موقفك يمكن يكون عندك مشكلة نفسية يمكن يكون عندك زي ما تقولون صدمة من الماضي عملت لك تحجر ما أنت قادر تأخذ الخطوة الأولى احتمال يكون عندك الظرف الصحي أنت ما تدري عنها فروح اعمل فحوصات طبية روح لأصحاب الاختصاص روح لكوتشز روح لهيلرز روح لخصائي النفسيين معالجين نفسيين اللي ترتاح لهم اللي تحس أن العالم هو يناسبك على فكرة كل هذول يقدمونك خدمات رائعة لكن أنت شوف وش اللي تحبه يعني إذا أنت الموضوع واقف ما أنت قادر تبدأ قبل هذول أنا أديك روح لأحد من أهلك تثق فيه لأنه أبخص من هذول فيك لأنه قريب منك مدى طويل من الزمن يعني فترة طويلة روح لأحكي له أقول لأنا واقف الموضوع كش رايك اسمع نصيحته يعني عرفته فاسمع شو بيقولك يمكن النصيحة على فكرة حارة على ناس كثير لكن اسمع يمكن أعطيك من الخبرة تخصوصها لو كان أكبر منك بالسن وإذا بغيتوا تعرفون الطرق اللي تخليكم الأشياء توصل لكم في حياتكم تعرفوا أول شي واشتبون ثاني شي تعرفوا على كيفية وماهية وطرق وكل حاجات ممكن تساعدكم تعرفوا على أمكانياتكم تعرفوا أمكانيات اللي حولكم ومحيطة فيكم وبالشكل هذا بتفهمون متى الأشياء تطلع وتتجلب حياتكم وكيف طلعتوا تجلت في حياتكم لازم أقول لكم علاقة طيبة ممكن تكون سبب فإنك أنت تتغير علاقة طيبة والعلاقة طيبة يبغى لها مجهود وإن شاء الله كنافتكم في هذا الكلام ولتقيكم على الخير إن شاء الله فنتكلم حاجة ثانية ممكن تفيدكم وتعلي الوعي وتعلي الإدراك وتخلي نقلة وعي ونقلة إدراك عالية جدا جدا لأن عمر لسا ما حيرتك وتطور إلا إذا علا وعي أشوفكم على خير عهود الجريد معكم